السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبت وطالباتي الصف الثاني الابتدائي النهاردة إن شاء الله حناخد بعض دروس في العبادات وأول درس معانا النهاردة هو الزكاية الزكاية أصحابي هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد ركن الصلاة والزكاية دي عبارة عن مال بيؤخذ من الأغنياء وبيرد الميني أصحابي يرد إلى الفقراء علشان إيه؟ علشان يحقق الحب والتكافل بيننا بين أفراد المجتمع كله ونكون كلنا زي بعض طيب الزكاية دي بتجب على كل الناس كده يا معلمتي ولا في ناس معينة بس هي اللي عليهم الزكاية؟ آه في ناس معينة بس هي اللي عليها الزكاية أول حاجة أصحابي لازم يكون مسلم تاني حاجة يكون غني يعني عنده فلوس كتير مش هاجي على حد فقير وقل له أنت لازم تطلع زكاية تالت حاجة أنه يكون عاقل مش هروح لحد مجنون وقل له أنت لازم تطلع الزكاية تمامي أصحابي؟ وكمان رابع حاجة والأخيرة أنه يكون بالغ بالغ يعني كبير شوية مروحش على طفله وقل له أنت لازم تطلع من فلوسك دولي أصحابي الشروط أو الناس اللي بتجب عليهم الزكاية لكن بيطلع لكل الناس ولا في ناس معينة؟ في ناس معينة تعالوا بنا نسمع الآية اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها الناس دي الأصناف التمانية وبعد كده نرجع لبعض في شرحهم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وبكده يا أصحابي سمعنا إن أول ناس يجوز لهم الزكاية ويجوز إن احنا نطلع لهم الزكاية هم الفقراء الفقراء اللي هم مين اللي هو لا يملك شيئا يعني معهوش فلوس خالص والمساكين هي تملك بس تملك القليل معاها فلوس بس حبة صغيرة أما العاملين عليها هي الناس اللي بتجمع الزكاية والمؤلفة قلوبهم الناس اللي لسه دخلين في الإسلام جديد والغارمين اللي هو لا يملك سداد دينه يعني الدين وعلى ديون بس ما معهوش إن هو يسدد الدين بتاعه وابن السبيل اللي هو المسافر اللي خلاص خلصت فلوسه وعايز يرجع البلد بتاعته طيب يا معلمتي هي الزكاية فرد زي ما قلتنا إن هي ركن من أركان الإسلام هو إحنا نفضل نعملها كل الدقيه بتطلع يا أصحابي مرة واحدة بس في السنة مرة واحدة كل عام كم مرة يا أصحابي؟ مرة واحدة فقط طيب ودلوقتي هناخد درس جديد اسمه الصدقة ما يشترطش بقى فيها الصدقة يا أصحابي إن إحنا نكون أغنياء أو إننا نكون كبار يعني ممكن نعملها من وإحنا صغيرين وأي حاجة هنعملها يا خير هي هتعتبر صدقة حتى الابتسامة لما بتبتسم لحد في وجهه تعتبر صدقة إيه دي يا معلمتي حتى الابتسامة؟ أو تبسمك في وجه أخيك صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة وقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة وأنت ميت الأزى عن الطريق أيضا صدقة يعني إيه أنت ميت الأزى عن الطريق؟ لقيت حاجة في الأرض وفي الشارع أزى فروح تجيبه على جنب أو حتى في البيت هتعتقد بيها صدقة والصدقة يا أصحابي بنياخد عليها أجر عظيم جدا بس لو ما عملنا هاش مش بنياخد عليها زنو عفوا مش بنياخد عليها سيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله معروف صدقة يعني أي حاجة هتعملها هي خير هتاخد عليها أجر وهتبقى صدقة قمت من النوم بدل ما تصيب ماما هي اللي تروق سريرك رحت أنت اللي يمسوي السرير بتاعك يبقى عملت صدقة يبقى أخدت أجر رحت اللي زميلك في النيدي قابلته فروحت أقيل له كلام حلو وقلت له لبسك النهاردة جميل قوي يبقى كده أخدت أجر وعملت صدقة لقيت صحبتك شكلها جميل وبتسمت لها وشورت لها وسلمت عليها أخدت أجر عملت صدقة وهكذا يا أصحابي كل خير بنعمله فهو صدقة ودلوقتي تعالوا نعرف مع بعض قصة آخر قصة معنا خير الناس أنفعهم للناس في يوم من الأيام نادت الأم زياد وفريدة علشان يساعدوها في تنظيم الملابس فقد حل الشتاء وازدادت بلودة الجو ولم تعد ملابس الصيف مناسبة للخروج في هذا الجو كان زياد وفريدة يضحكين بينما يرتديان ملابس الشتاء الماضي فقد ضقت عليهما ولم تعد إيه تناسبهما ضقت عليهم وإسرت عليهم وبقى يضحكوا أن شكلها بقى إيه شكلها بقى غريب عليهم ضحكت الأم وقالت لقد كبرتما كثيرا رد زياد نعم يا أمي ولم تعد هذه الملابس تناسبنا قالت الأم ولكنها بالتأكيد تناسب شخصا آخر قالت فريدة ماذا لو تبرعنا بها لمن يحتاج إليها ردت الأم أحسنت يا فريدة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس قامت الأم بغسل الملابس وقام زياد وفريدة بكيها قاعدوا يكوها ويعطروها كمان ووضعوها في أكياس نظيفة فردت وكأنها إيه جديدة تماما وبعد كده ثم خرج مع والديهما لتوزيعها على من يستحق وفي الطريق رأوا رجلا كفيفا يحاول أن يعبر الطريق فأسرع الأب لمساعدته ثم عاد قائلا خير الناس أنفعهم للناس وبينما هم أمام المنزل وهم تحت العمارة بتاعتهم رأوا جاريتهم الجد نور تحمل أكياس خضر وفاكهة فأسرع كل من زياد وفريدة بحمل الأكياس عنها حتى لحد ما وصلوها شأتها ثم توجه لأبيهما وقال خير الناس أنفعهم للناس وفي المساء اجتمعت الأسرة على مائدة العشاء وبينما هم يجلسون تحسس الجد وجهه وسأله هل رأى أحد نظارة؟ أحدكم نظارتي؟ الجد بقى مد إيدي على الطربيزة ومش شايف النظارة بتاعته أسرع زياد وفريدة تسابقا لإحضار نظارة جدهما ثم نظر إلى بعضهما وقال خير الناس أنفعهم للناس فرد الجد قائلا أحسنتما ودلوقتي أصحابي هتعملوا إيه علشان تكونوا خير الناس أنفعهم للناس وبكده نكونوا خلصنا دروسه اليوم أشوفكم في الفيديو الجاي وإلى اللقاء